أذهب إلى رسالة أخرى من العراق من النجفي ومن الوسط الحوزوي تحت هذا العنوان تراتبية الزمان والمكان السؤال هكذا يقول ما هو الأساس الذي على أساسه صار فلان في زمن نوح والآخر في زمن شعيب في زمن شعيب النبي فلان في زمن أهل البيت عليهم السلام ونحن في زمن الغيبة في زمن أهل البيت مراده في زمن الحضور في الزمن الذي كان الأئمة حاضرين مع الناس من دون غيبة ما هو الأساس الذي على أساسه صار فلان في زمن نوح والآخر في زمن شعيب فلان في زمن أهل البيت عليهم السلام ونحن في زمن الغيب وفلان في العراق بين قواعد الإسلام والآخر ولد وعاش في قرية في أقاص الأرض لم يسمع بمحمد وعلي ولماذا صار فلان ابن ذاك الغني الذي حصل على رزق بدون تعب والآخر ابن الفقير وأيضا لماذا صار فلان ابن ذاك النبي أو ابن ذاك الإمام أو الصالح وصار فلان ابن شر الخلق وربما هو مؤمن هذا الذي هو ابن شر الخلق هذا الترتيب هل فيه مفاضلة وعلى أي أساس سؤال عسير سؤال عسير وعسير جدا سأحاول أن أقوم بمقاربة في الإجابة عليه فأنا في هذا البرنامج وأمثاله لا أريد أن أبرز عضلات علمية كما يقولون عني أبدا والله ليس هذا من مقصدي مقصدي في هذا البرنامج وأمثاله حين أجيب على الأسئلة إن كان عبر شاشة التلفزيون أو في الندوات المفتوحة بين الناس وأنا أتجول في البلدان إنما أقوم بهذا لأجل أن أقول للذين هم على دين العترة الطاهرة أريد أن أقول لهم من أن دين العترة الطاهرة يستطيع أن يجيبكم على أسئلتكم لا كما هو الحال في الدين الطوسي اذهبوا إلى المواقع الألكترونية لمراجع النجف وكربلاء تابعوا البرامج على فضائياتهم أو على المواقع الألكترونية تابعوا خطباءهم كيف يتحدثون ويجيبون بإجابات سخيفة مراجع النجف وكربلاء حينما يجيبون على الأسئلة العويصة يجيبون بإجابات سخيفة بحيث أن السائل لا يدري ما هو الجواب يجمعون له الأقوال من كل مكان ويضعونه في متاهة هذا في أحسن الأحوال وفي كثير من الحالات يفرون من الإجابة على الأسئلة لماذا؟ لأن دينهم دين عاجز لأن علمهم الذي يقولون عنه علم هو جهل لأن منهجهم منهج فاشل الإجابات موجودة في كتاب الله ولكن بحسب تفسير آل الله الإجابات موجودة في نصوص الأدعية والزيارات والأحاديث والروايات ولكن وفقاً لقواعد تفهيمهم أما هؤلاء أما هؤلاء موجودة؟ أنا لا أتحدث عن خيال ولا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أتحدث بحديث مباشر عبر الأقمار الصناعية ألبث على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت في الوقت الحاضر بالصوت والصورة وبالصوت فقط لمن يريد أن يستمع إلى الصوت فقط فهذا الذي أقوله لا أقوله في زاوية مظلمة وإنما أقوله بمرأة من الجميع ومسمع من الجميع لأن الحقيقة هي هذه أعود إلى سؤال السائل وسائل من النجفي ومن حوزة النجف لا أريد أن أشير إلى اسمه كي لا أسبب له إحراجا السؤال طويل لكنني أعتقد أنكم أمسكتم به أمسكتم بما يريد البداية من هنا بداية الجواب من هنا هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثامنة والعشرين الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال الحديث طويل سأقرأ بدايته لأن البداية هي التي أحتاجها إمامنا الباقر يقول لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف إثنان لماذا؟ لأنهم سيعرفون الأسباب التي لأجلها وقع الاختلاف بين الناس فهذا جاء في زمان نوح مثل ما يسأل السائل وذاك جاء في زمان إبراهيم وهذا طويل وهذا قصير وهذا ذكي وهذا غبي وهذا غني وهذا فقير وهذا 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 لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف إثنان وهناك نسخة لو علم الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف إثنان لو علمنا خارطة الخلق الكاملة لما جاء هذا السؤال فإن السؤال يبحث عن التفاصيل التي هي في الخارطة الأولى لهذا الخلق لو علم الناس لو علم الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان رواية أخرى من المصدر نفسه من الصفحة السبعين وما بعدها الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن شهاب قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحد فقلت أصلحك الله فكيف ذاك فقال إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء وهذا كلام تقريبي ستتضح الصورة شيئا فشيئا من خلال المعطيات التي سأضعها بين أيديكم ولا أعتقد أن ما بقي من الوقت يكفي للإجابة إنما سأوكل بقية الحديث إلى حلقة يوم غد فقلت أصلحك الله فكيف ذاك فقال إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزءا ثم جعل الأجزاء أعشارا أي قسم الأجزاء المتقدمة قسم كل جزءا جزءا إلى عشرة أجزاء إلى عشرة أقسام إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاءا بلغ بها تسعة وأربعين جزءا ثم جعل الأجزاء أعشارا فجعل الجزء عشرة أعشار ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل عشرة جزء وفي آخر عشري جزء حتى بلغ به جزءا تاما وفي آخر جزءا وعشر جزء وآخر جزءا وعشري جزء وآخر جزءا وثلاثة أعشار جزء حتى بلغ به جزئين تامين ثم بحساب ذلك بحسب هذا الترتيب حتى بلغ بأرفعهم تسعة وأربعين جزءا فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين وكذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشار وكذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين ولو علم الناس أن الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا هذه صورة إجمالية عن الخارطة الأولى للخلق وبنحو المقاربة الموضوع واسع وواسع جدا ومعقد ومعقد جدا نذهب إلى فاصل عن بكر ابن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحد في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأحدى من راية اليماني يهدي إلى الحق عن جابر الجعفي قال قلت لأبي جعفر الباقة صلوات الله عليه متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتل بين الحيرة والكوف إمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهما مثل ما حدثانا وما قرأت من حديثهما من كتاب الكافي هناك خارطة لو اطلعنا عليها لما طرح هذا السؤال وهو سؤال أزلي عند البشر البشر جميعا يسألون هذا السؤال حينما أقول أزلي على سبيل المسامحة في التعبير فهو تعبير شائع عن الأسئلة التي يسألها الناس في كل العصور يقولون عنها من أنها أسئلة أزلية وإلا فإن المعنى الحقيقية للأزلي لا ينطبق هنا لكنه تعبير شائع هذا سؤال أزلي هناك مجموعة من الأسئلة الأزلية عند البشر الناس يسألونها في كل زمان الإجابات الحقيقية الكاملة ليست في أيدينا هناك إجابات إقناعية إسكاتية وهناك إجابات على سبيل المقاربة وجوابي من النوع الثاني إنها مقاربات مقاربات تستوحى وتستلهم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن أحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم بعد أن صار واضحا لدينا هناك خارطة إنني سأبحث عن مفردات هذه الخارطة ما بين الأحاديث والروايات وآيات الكتاب الكريم علني أتلمس شيئا من حقائقها وأسرارها هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية والعياش كان معاصرا للكلين في الفترة الزمانية التي عاش فيها الكلين كان العياش موجودا فيها من رجال تلك الفترة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الرابعة وثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والسبعون عن أبي حمزة الثمالي عن إمام الباقري صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من إنني أأخذ مثالا من أمثلة تلك الخارطة قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم فهم من ولده فالأنبياء من ولد آدم ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم قال فمر آدم باسم داوود النبي فإذا عمره أربعون سنة فقال يا رب ما أقل عمر داوود وأكثر عمري يا رب إن أنا زدت داوود من عمري ثلاثين سنة أينفذ ذلك إليه هل ستضيف الثلاثين من عمري إلى عمره قال نعم يا آدم الله هو الذي يقول قال آدم فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري أنقصها قال إمامنا الباقر فأثبت الله لداوود من عمره من عمر آدم ثلاثين سنة ولم يكن له عند الله مثبت كان قد قدر له الأربعون ومحى من عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له عند الله مثبت مثبت فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه فذلك قول الله يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال الباقر فمح الله ما كان عنده مثبت لآدم وأثبت لداوود ما لم يكن عنده مثبت الأمور متغيرة الأمور متحركة هذه خارطة متحركة وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أحدثكم عن هذه الخارطة المتحركة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربل سألكم الدعاء جميعا في أمان الله المتحركة المتحركة المتحركة